احتزت إذن صباح اليوم قرية أي دوذ ببلدية الفلاي على وقع جريمة بشعة رحت ضحيتها الطفلة سلماني لنا البلغة من العمر 9 سنوات أين عثر على جثتها في هذا المنزل المهجور مساء أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا من طرف أهل القرية حيث تم نقل جثت الضحية إلى مستشفى مدينة سيدعيش أقول كما بشرت أيضا مصالح الدرك الوطن تحريتها وتحقيقات حول منابسات الحادث إذا أردت من العشاء في رح الشيخ تقشي سيطروح في الخمسة أو لا في الخمسة وانس في رحب عامل سواقيا يطروح نروح دين سماقان مرة نموقع مرة هناك مددو رح نأكل غشياء نموقعه كذير وفاس القادز مرته إذا أردت من العشاء طلم شوية سليبر طبلي كانوا كويسة ويدوين للمب إذا أردت من فاس دينيه تسعى سنقل عمر حانا إن ويتي تسعى هتينة دامنيسة هنا أتانة دامن ديه هتينة دامن كذير كثيروك دامن إن ويغلا ذهنا يوضر ما مكان دهين إن غايتة دهنيتين روح هل النتو شرش؟ ذهنيت شرشي ميرتين فاثمواي حانا موسيقى